السجن عقوبة من يعتدي على التواقم الطبية في الجزائر أو يشاهر بالمنظومة الصحية بهدف إفشالها في آداء مهامها هناك البعض يستغلوا هذه القضية يستغلوا ويدروا تفسيرات سياسية وسياساوية عوض أنهم يتجندوا لحمايتهم وحماية أهلهم الهدف من هذه الخطوة بحسب السلطات وحماية السلك الطبية من كل عنف أو اعتداء أين كان شكله أو وسيلته أو مرتكبه هناك تجيش غير مبرر وقع في اتجاه المستشفيات مما اضطر السلطات أن تصدر هذا القرار الذي كان يفترض أن يعول فيه على أخلاق الناس فيديوهات أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعية منها ما تم تسجيل عبر الهواتف وأظهر اعتداءات مقصودة على الأطباء والممرضين والحكمة 18 شهرا سجنا نافذا على أحد أصحاب هذه التسجيلات قوانين موجودة تحتاج فقط إلى الصرامة في تطبيقها لأنه تعلم أنه من سيكون مهدد بعقوبة الحبس سيفكر ألف مرة قبل أن يتلفظ بأي كلمة أو يمد يدهو ضد أي واحد من الأطباء الطبية إجراءة من شأنها أن تضح حدا لهذه الممارسات التي تؤثر سلبا على أداء الطواقم الطبية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع بسبب وباء كورونا لم تكفهم مواجهة كورونا بل امتدت إليهم أياد الاعتداء مشهد أجبر سلطات البلاد على التدخل الفوري لحماية الأطقم الطبية بكل الوسائل لتضمن لها القيامة بواجباتها الإنسانية على إكمال واجه صلاح الدنجاج العربي الجزائر